أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين ده تقرير عن جدوه المباريات النادي الأهلي خلال الفترة القادمة أقول إيه؟ أقول إيه؟ لأنه كل 3 يام مباراة ويمكن وخلال 3 يام دول حضرتك بتسافر وتيجي أو النادي الأهلي بيسافر ممكن يسافر اسكندرية ممكن يسافر بقى زي ترتيب المباريات مع حضراتكم شفتوا كده ممكن يسافر جنوب أفريقيا ويرجع مفيش غني المريخ اللي إحنا كويس أن أنت هتلعب المريخ هنا كمان المريخ السوداني اللي خلاص حيلعب مبارياته هنا وعلاقاته الدي هو اللي طلب أنه يلعب هنا فخلاص أوكي ماشي ده حي رايحنا شوية ولكن تخيل حضرتك كل 3 يام مباراة ممكن نروح اسكندرية ممكن نروح السويس ممكن نروح هنا ممكن نروح هنا ممكن نروح هنا ممكن نروح هنا وما بين هذه المباريات أنا حسافر جنوب أفريقيا لأخر دولة في جنوب أفريقيا في القرى الأفريقية وبعدين حرجع تاني عشان نلعب مباراة تانية بعدها بيومين موضوع صعب جدا جدا على اللاعبين في بعض الأوقات من عشان كده بقول لكم موسيماني لما نيجي نتكلم عنه لازم نديله حقه لازم نقول موسيماني ده مدرب جيد ومعه إدارة كرة جيدة ليه بتقول الكلام ده أقول اختاره طبعا ليه بقول الكلام ده هقول لحضرتك ليه لأنه موسيماني 100% أنا معرفش ولكن 100% هيحتاج كل اللاعبين خلال الفترة اللي جاية ما هو ده طبيعي عم إسلام لا مش قصدي كل اللاعبين قصدي كل اللاعبين اللي موجودين في القايمة والناشئين أو الشباب اللي لعب بيوم في كاسر ربط ليه بتقول كده لأنه أنا الفترة اللي جاية كل يومين ثلاثة مباراة طيب هلاعب مين ومش هلاعب مين مين تعبان ومين مستريح هل عمر السلية وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم ومحمد شريف يمكن محمد شريف أقل شو عشان ما لعبش كل المباراة وقايمان أشرف هل اللاعبة دي هيبقى زيها زي بقية اللاعبين اللي ملعبوش أربع خمس أو ملعبوش سبع مباريات مع منتخبنا الوطني لا طبعا لا طبعا لأن الست سبع اللاعبين اللي كانوا موجودين دول عملوا ايه مع المنتخب الوطني راحوا لعبوا مع النادي القالي في كاس العلم للأندية لو حضراتكم تتذكروا أنا بس ما بحبش الناس تنسى أنا ما بحبش الناس تنسى علشان أنا شايف إن فيه وكل واحد حقه كل واحد من حقه يقول وينتقد الأداء ويعمل كل حاجة ولكن إحنا بننسى إحنا بننساش أنا مش عايز حد ينسى الكلام اللي إحنا بنقوله ده علشان أنا هرجعله بعدين هرجعله بعد شوية مش النهاردة ولا بكرة ولا بعده خلال الأسبوعين ثلاثة اللي جايين عندنا سبع لعبين بيلعبوا مع منتخب مصر ست لعبين أو سبع لعبين بيلعبوا مع منتخب مصر خلصوا يوم سبعة إحنا لعبنا يوم ثمانية مباراة هم جم يوم سبعة بالليل ولعبوا أو معظمهم لعبوا يوم ثمانية وبعدين ريحنا يوم أو يومين وبعدين لعبنا مباراة الهلال السعودي رجعنا ريحنا أربع خمس أيام وبعدين سافرنا على السعود مفيش أربع خمس أيام رجعوا السبت رجعوا الحد الاتنين والثلاثة الصبح كانوا مسافرين الهلال السودان قاعدوا الثلاث والأربع والخميس ولعبوا الجمعة الساعة الثلاثة الضهر ورجعوا يوم الجمعة الساعة 11 بالليل أو 12 بالليل من برح كان السبت النهار دا الحد بكرة الاثنين مباراة يوم الثلاثة أمام فريق مصر المقصة في الدولة العام المصري